بسم الله أهب والابن روح قدس الله واحد أمين لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الكصادك لأجل هذا صار يسوع ضامنا لعهد أفضل موضوع كبير قوي بس نختصر في كلمتين قد صار يسوع ضام العهد أفضل بس قلب قبليها مقدمة جميلة قوي موضوع يعني ولاقيك الكهنة القابل كده صاروا كهنة دعوة يعني ربنا قال لموسى قد هارون نعمله كهن بالدعوة فبقى كهن الكهن يقدر سالته كهن يعني شفيع فيشفع من أجل الناس فترة وبعدين يموت شفعته خلصت وقفت على كده مات نجيب كهن غيره بالدعوة يشفع فترة عن الناس فترته خلصت يموت يجي غيره فقال إيه كهنة صاروا كهنة كسيرين أما هذا داود بوليس داوة تلع ناصح قوي الآية دي جاب فيها العهد القديم من أوله لغاية أخره في كلمة واحدة أما هذا فبقسم من القائل له أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسي ملك صادق نمر واحد الآية دية أو الموقف ده بتاع إبراهيم لما رجع من الحرب تلع له ملك اسمه ملك صادق رح سجد له وقدم له العشور وقدمه خبز وخمر وقال له كده الكاهن الله العالي في كاهن يقدم خبز وخمر احنا متعودين على دم وزبائح دموية تلع مين دا فراح إبراهيم خضع له وقده له كل العشور وسلمه فكل يهود لغاية دلوقتي محترين اطلع مين ملك صادق دا ظهر فجأة ومشي بسرعة حدش يعرف عنه حاجة وقدم زبيحة غريبة جدا موقف عدة وتناسها في أيام مين أيام مين أبونا إبراهيم ركزين معايا بعدها فترة جيب أسحاء ويعقوب جي يعقوب يبارك عياله يد كل واحد باركة جي عندي يهوزة قال لا 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 يهوزة دوت موضوع تاني خالص عايز يقول إيه على تكسي ملك صادق بس مش عارف يقولها لسه مش عارف يمطقها فقال إيه هيجي من ناس ليهوزة واحد يتعبد ليه كل إخواته هيبقى كاين نصلي ويسجد ليه كل الناس ويجمع كل شعوب هيبقى ملك يبقى كاين ويبقى ملك بس قالها بطريقة مش فاهمها قالها هيتعبد ليه الناس وهيملك على كل الناس لأنه بدمه هيغسل ثيابه وقالها يعقوب ومش فاهم حاجة ومش عم يعقوب فين وفين قعدوا لابا يقولوا كتير لغاية لما جيه دا قود النبي قال أنا فهمت فهمت هيجي لنا بقى كاهن مش مدعو زي هارون لا دا قال كده أقسم الرب بقسم تعرفين لما لوحد يتخنم مع واحد صاحبه عشان يهد الموضوع يقول له أقسمه بالله الموضوع كذا كذا فيصدقه الموضوع يخلص في العهد الأديم كان عندهم الكسم دا يعني أول ما يقول الكسم عشان كده قال له لا تحلف باسم إلهك بطلا لما تقسم بالله يبقى على حق إليه ما تقولش لكن تقسم بطلا في العهد الأديم كانت مشكلة موضوع خطية كبيرة في الوصالة العشرة لا تقسم باسم الله بطلا فكانوا زمان لما يهدوا للخناءة يقولوا أقسم بالله عشان يصدق فلما جيه بقى داود عايز يقول فيه كسم بس ربنا لما جيه يقسم هيقسم باسم الحي مين ما ملقاش واحد أعظم منه في العهد الأديم كان يبكسمه بالله الحي الله اللي مش عارفين هو حي أو موجود وأعظم واحد وفوق كل الناس يقسمه باسمه لكن لما داود يتكلم على المسيح يقول أقسم الرب أقسم الرب ولن يندم طب ربنا أقسم بمين بقى إن شاء الله لما يقول أقسم فلأبقاء حطوها جنب الحتة بتاعت إيه أبونا إبراهيم لما سمع الكلام وجاهد وبقى إنسان بار وقدم ابنه فرح ربنا قال له إيه أقسم بذاتي لما جيه ربنا يقسم من إبراهيم هيقسم بإله أعظم منه مفيش أعظم منه يقسم بأني إله بالحي طب ما هو الحي فلما جيه يقسم قال له أقسم بذاتي إني بالبركة أباركك بالكسرة أكثره نسلك كثيرا جدا فده أود رح حطوهم جنب بعض كلهم وقال بس بس ده إيه القاب بيقسم بذاته للإبن إنه هو هيكون كاهن إلى الأبد على تقسي ملك صادق يعني إيه هيكون كاهن وملك في نفس الوقت تقسي ملك صادق الملك الوحيد اللي كان كاهن وكان إيه ملك مش كده والمسيح الوحيد يتنبع عنه يعقوب هيكون كاهن وهيكون ملك فالموضوع بيكمل بعضه فده أود قالها مش واخد باله برضك التاني وقال ده هيج واحد القاب أقسم بذاته إنه هو يكون على تقسي ملك صادق ملك وكاهن فجي بقى إيه عمنا بوليس الرسول قال فهمتوا يا جماعة ولا لسه كل اللي فات دولت كاهنة بالدعوة لكن ده كاهن بقسم بقسم من الأب بذاته إنه هيكون كاهن إلى الأبد شفيع إلى الأبد كل كاهن يشفع فترة صغيرة لكن ده كاهن يشفع إلى إيه إلى الأبد عشان كده قال لها تقسم ملك صادق فهمها بوليس بقى الرسول قال خلي بالكم دلوقتي قد صار لنا عهد أفضل قد صار لي عهد أفضل بدأنا عهد أفضل من كل اللي فات قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل أصبح ربنا يسوع الشفيع بتاعنا دوة الكاهن الحلو ده اللي نزل من السماء واخد شكلنا وصعد تاني بجسدنا للسماء صار شفيع قد صار يسوع ضامنا ضامنا كلنا بدمه لعهد أفضل يشفع من ساعة مات صلب على الصليب ومات على الصليب بدأ يشفع بدمه وتجمع كل المسبيين بدأ يقوم الموتى والغاية دلوقتي دمه على المسبح يشفع يطهر ويخلص وينقي ويقرب لي ويدمه في حضنه تعال يا بني تعال يا بنت تعالوا تعالوا في حضني صار يسوع ضامنا لعهد أفضل بمقدار ما هو أعظم من كل اللي فات حتة جميلة قولي دا واتقلت عشان أوصل لحتة اللي عايز أقول لكم عليها دي قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل يسوع ضامن يدخلك الملكوت ويدخلني الملكوت ضامن بدمه بس عايز جهات يسوع يضمني يرجعني حتى لو بيزل ابن الضال يرجعني البيت أبويا ضامن يقدر يرجعني بس عايز جهات عايز واحد يقوله أقوم الآن يسوع صار ضامن لعهد أفضل يحارب عنينا الشياطين وينتسر بس عايز واحد يعمل عليه يرد على الشيطان مش يشطان يحاربه وإحنا متنحين كده نقوله آي وآي متضربش قوي كده يعني متحربناش قوي كده متقول حاجة قول حاجة المسيح لما كان يشطان يحاربه كان يجيب له آية من الإنجيل يجيب له آية من كتاب المقدس يعني يقوله وقوله يرد عليه انت بتقوله غلط كلامك مش مصبوط فكان بيدافع فيسوع ضغمنا اللي ععد أفضل يقدر ينتسر بالنياب عننا وفي حربنا ويندينا النصرة والغالبة بس يعمل عليك يسوع صار ضغمنا اللي ععد أفضل هيسقينا ماء أفضل من ماء السامرية بس قوله عايز أشرب ما تديني رب من هذا الماء هديك هديك وأرويك وشبعك وتشبع اللي حواليك صار يسوع ضغمنا اللي ععد أفضل يقدر ييجي لغاية عندي وأنا مخلع مربوط بالخطايا ومكسر ومرمي عند البير البكرة البركة يجي يقول لي ها شيل سريرك ويمشي عايز ولا مش عايز يقول له مش لي حد طالما مش ليك حد أنا الحد والثبت يلا شيل سريرك وتمشي صار يسوع ضغمنا اللي ععد أفضل يقول لي يا رب عيني مش شايفة يقول لها فتح لك عينك هفتح لك عينك ابدأ بس معايا كده هجي لك أنا في الوقت المعين أول ما تستوي وتتمل كده مشأتي مشأتي يعني فيك وعشان أتمجد معاك هجي لغاية عندك عط عليك طين خلق لك عين من جديد هعمدك يعني هفتح لك عينك قد صار يسوع ضغمنا اللي ععد أفضل صار يسوع ضغمنا اللي ععد أفضل ييجي يسكن فيا مش خشي ورشالين بقى ركب على جحش ييجي يسكن جوايا يقول لي تعالى أملك على قلبك وفكرك قد صار يسوع ضغمنا اللي ععد أفضل بمقدار ما هو أعظم من كل اللي فات علشان كده بنفتخر بالكهن بتاعنا العظيم ده صار ضامن لينا يقولها داود برضك بيفاموا بعض الأنبياء دول والإدسين قالها داود زمان قال له كن ضامني يرد عليه بوليس ويسأله هو كان ضامن العهد أفضل بيرد على بعض في العهد القديم والعهد الجديد صار يسوع ضامنا ضامن لي هيديني النجاة بس عايز مني الجهاد يقول لي ربنا كده الجهاد العملي جهاد الفعلي يوضح إيماني والإيمان البسيط العميك الحي يخليني إنسان عمال ومجاهد لكن إنسان جهاد من غير إيمان باطل عمالين نصوم ونصلي ونقطاعي وقدسات كل يوم لكن ما فيش إيمان ما فيش ثقة بربنا جهاد على الفاضي كتير مننا أوقات أنا أقول لنفسي أوقات كده أنت بتقول إيه ولا بتعمل إيه لو كلامك دو حسب إيمان مظبوط ما كانش يبقى حالك كده أنت إيمانك مش ملاخبة النهاردة في الكصة دي بالذات والمواقف ده إيمانك مش مظبوط لو كنت وثق فربنا فعلا ما كنتش عملت وعملت وعملت فالإنسان بيجاهد كتير وامتحنات جن اختبرات ده مش عندك إيمان أنا مش عندي إيمان ده أنا أسيس هو بصلي وبر إيمانك ضعيف عشان كده التلميذ نفسي مراحل المسيح يا رب زيد إيماننا لهم تعالوا تعالوا تعلموا مني اوفوا بس جنب شوية سمعوني هتتعلموا هتاخدوا الإيمان اقلوا كتير وصلوا كتير هتاخدوا الإيمان فإذا الإيمان بدون جهاد باطل والجهاد بدون إيمان باطل ربنا عايز يدينا قصارة ده من الععد أفضل في بداية السوم الكبير نقولها طول الصيام يسوع ضامن لي هي دين اللي عايزه أكتر هيعمل كل اللي قلنا عليه من شوية معايا بس عايز مني إيه حركة تحرك يتحرك مع كل متحرك قد صار يسوع ضامن لعهد لعهد أفضل بمجدار ما هو أعظم من كل اللي فات كل الأنبياء تمتعوا بربنا لكن إحنا في العهد الجديد تمتعنا بالمسيح أكتر بناكل جسده ونشرب دمه روحه سكن فينا متع كبير قوي قد صار لنا عهد ايه أفضل بقسم مش كده ربنا يدينا نعم وبركة لتنتع بالعهد دوت لو المادي تفضل قد صار لنا ما هو شكرا